عيادة رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السادة المشاهدين كل سنة وحضراتكم طيبين العيد على الأبواب فهو غدا بإذن الله عز وجل كل سنة وحضراتكم طيبين وتقبل الله مننا ومنكم ما كان من طاعات في شهر البركات شهر الصيام شهر رمضان اليوم بإذن الله في برنامجكم الصحة الذهنية هنتكلم بإذن الله عن موضوع يعني أجده جديرا بالاهتمام ألا وهو موضوع الشخصية السوية الشخصية السوية إيه هي الشخصية السوية؟ الشخصية المثالية؟ الشخصية النموذجية؟ الشخصية الطبيعية؟ الشخصية اللي كل واحد فينا يحب يعيشها الشخصية التي بناء عليها تقاس كل الشخصيات الأخرى لما أقول الشخصية السوية على طول تتدفق أو تعاد إلى الذاكرة تبرك برقة نورانية في الذاكرة كده شخصيات غير سوية يعني فيه شخصيات مثلا فيه الشخصية الكئيبة إنسان مكتئب على طول فيه الشخصية الغضبية إنسان على طول غاضب فيه الشخصية العصبية واحد معصب على طول على طول يعني يعني إيه يعني شغال عصبية على طول في شخصية مرضية في شخصية غير متزنة في شخصية يعني بالمرة غير مطاقة في شخصية لا اجتماعية شخصيات كثيرة جدا احنا اليوم باذن الله عز وجل نتحدث عن الشخصية السوية الانسان السوي المتزن اللي كل انسان فينا بيطمح ان يكون هذا هو الانسان قبل ان نتحدث كتير بنسمع حد يقول يعني في شكاوى كتير جدا بتيجي واحد يقول لك انا حاسس ان انا مش طبيعي انا حاسس ان انا مشوش واحد تاني يقول لك انا حاسس ان انا غير مرغوب يا اخي انا حاسس ان انا مسحور تقول له يعني ايه مسحور يقول لك يعني حاسس انفعالاتي ما فيش توازن ما عندوش توازن لا عصبي ولا توازن نفسي ولا توازن ايه ذهني حاجات كثيرة جدا قد تدعو الانسان الى ان يطلق على نفسه مثل هذه الالفاظ واحد يقول لك مثلا أنا مش طبيعي أنا حسس باغتراب أنا 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 إلى آخره عاوزي نعرف إيه المعاني دي ونعرف متى تكون سويا طبيعيا إنسان رائع لا يستطيع أحد أن يشكك فيك إنسان متوازن لانفعالات والطبائع والأفكار كيف يكون ذلك دعونا نبدأ أول شيء الشخصية السوية هي الشخصية الطبيعية يعني الإنسان الطبيعي هو دا الإنسان السوي كنا بنقول دايما يعني القصة اللي حكيم بيعملها مع ابنه يقول له يا بني اذهب فأتي لي قثاءة يعني حتة قتة عارفين القتة المتلوية دي فابنه عندما يذهب إليه يأتي بقثاءة مستقيمة قتاية مستقيمة الولد يروح يجيب قتاية كده طويلة يعني خط مستقيم فيحاول يجيب أكثر واحدة مستقيمة ويقول له هذه هي القثاءة أو حتة القتة يا أبتي فبابا يمسك القثاءة ويقول له لا دي مش قوي القثاءة الطبيعية متلوية ففي أشياء طبيعية الشخصية الطبيعية هي الشخصية السوية تكلف أي شيء يخرجك من دائرة الطبيعية إلى دائرة الشخصية غير السوية فعاوزين نعرف دلوقتي إيه هي سمات ومواصفات الشخصية الطبيعية الإنسان الطبيعي المتوازن الإنسان العادي اللي تقدر كل واحدة توافق عليه ما يجي يطلب إيديها والشخصية الطبيعية أيضا للمرأة اللي يقدر كل واحد لما يشوفش الصفات دي ومجموعة هذه الصفات والسمات ممكن يروح يطلب إيديها شخصية الأستاذ المتناغمة الشخصية السوية التي تستطيع أن تستأمنه على أبنائك ليدرسهم كذلك شخصية المربية شخصية الموظف إيه هي السمات الطبيعية والسوية اللي بناء عليها تحكم أن فلان هذا سوي أو فلان غير سوي أول شيء نستطيع أن نقول إن فيها هذه الشخصية أول سماتها إن كل الإنفعالات والتفاعلات والمظاهر الإنسانية فيها فهو إنسان بيحب بيكره بيغضب بيروح بييجي بيتقبل بينفعل بيتفاعل بيأكل بيشرب آه شخصية عادية طبيعية إن شئتها فكل فكل المظاهر والظواهر الإنسانية موجودة فيه يعني لو إنسان مثلا ما بيغضبش خالص هل دي شخصية سوية؟ لا ليست شخصية سوية بالمر واحد يقولك ده أنا ما بجوعش خالص لا ما فيش كده ربنا بيقول في الكرآن للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وما عن الأنبياء قبل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين هم مش جسد هم يعني مش كائنات كده جوفاء لا ده شرعادي فإذن أول سمة في الشخصية السوية الطبيعية التي تستطيع أن تضع يدك في يدها تقبله زوجا لابنتك تقبله مدرسا لأبنائك تقبله موظفا عندك تقبله صديق وجار إنه بيكون شخصية فيها كل العناصر الانفعالية الموجودة في بني آد اللي ربنا خلقنا عليه يبدي أول سمة أول سمة يعني لو واحد قال أنا أعرف فلان لا يغضب قط إنسان ما بيغضبش خالص أنا أقول له ده شخصية مش سوي آه ليس سوي لأن الغضب جزء مقون إنسان طبيعي لابد أن نغضب يقول لك ده فلان ده لا يمكن يحقد على أحد نقول له الحقد والغيرة وكذا يعني زي ما بيقول الحسن البصري ما خال جسد من حسد غير أن المؤمن يعني يكتمه والمنافق يظهره أو المؤمن يأخذه بحق يصبح الحسد عنده غبطة فأقول لك ده إنسان لا بيحسد ولا بيحقد إيه يعني ملاك يعني لا كل إنسان فيه من الصفات الطبيعية قد تنقص هذا ما سنقوله ولكن فيه موجود فيه حزمة هذه الخصال والسمات الذهنية والسمات الروحية والنفسانية والسمات الطبيعية البيولوجية على ما سيأتي ذكر يبقى إذن أول سمة أول خصيصة أول علامة أول مظهر أول جوهر من جواهر الشخصية السوية إنها شخصية تشمل جميع الانفعالات جميع الإيه الانفعالات وحنتكلم بتفصيل عن الانفعالات البيولوجية والذهنية والنفسية وما غير ذلك من الانفعالات يبقى إذن دي الشخصية السوية اتنين عاوز تحكم على واحد إنه شخصية سوية تعرف إن الإنسان ده طبيعي تعرف إن ابنك طبيعي تعرف في أياته هالزوجة إن زوجك طبيعي أيها الزوج تعرف أن زوجتك طبيعية إنها لازم تكون شخصية اجتماعية آه دي من علامات الشخصية السوية الشخصية السوية هي شخصية اجتماعية كلمة اجتماعية دي بقى مجملة عاوز نعرف إيه هي معانيه ما معنى الاجتماعية هنا شخصية اجتماعية يعني إنسان بيتفاهم بيحب الناس بيألف الناس آه إنسان بيتفاعل يأخذ يعطي يؤثر يتأثر دي معنى الشخصية الاجتماعية العلماء بيقولوا وإحنا عارفين المقولة دي أن الإنسان اجتماعي بطبعه أمر طبيعي ما يعني هو حيروح يألف الذئاب يقعد معهم طبعا بيألف بني البشر ومن كان من جنسه ده ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليه فالسكنة إلى الفك إلى زوجك إلى شريكك يا وقرين حياتك ده سلوك طبيعي فالإنسان اجتماعي يعني يألف ويسكن إلى بني جنسه آه إنسان متفاعل يعني ما تسمع كده أول ما تسمع أن يقول لك فلان ده بعيد عن الناس لا يصاحب أحد ولا بتعرف على حد يدوب يروح شغله يوقع يتعامل مع شوية الأوراق لو مديره ندى عليه إداله أمر كلفه بأوردر أو شيء يعمله يدوله يمشي يروح يقفل على نفس الباب ييجي تاني يوم الصبح أقول له لا أنت بتتكلم عن آلة هذا سلوك الآلات أما سلوك الإنسان الطبيعي لا له أصحاب حتى لو خنوه واحد يقول لك يا عم ده الناس وحشة والناس كذا والناس وحشة مش وحشة هم منك وأنت منهم لابد أنت صادقهم تحرى أن تأخذ الحسن منهم وأنت تجنب السيء بس لازم لازم يكون في مجتمع تعيش فيه لازم فيه رفقاء لازم فيه أصدقاء لازم فيه أحبة لازم فيه ناس تعيش معه طيب لو واحد لقى من نفسه أنه يعني فيه شيئين يا إما الناس شاذة هو يرى الناس إنهم ناس شاذون يعني ناس كده مش طبيعيين كلهم أشرار أو قد يرى نفسه هو بأنه هو ناس هو إنسان شاذ إنسان يعني حسس أنه ناقص عنهم بشيء كلا الحالتين ده سلوك مراطي وده اعتقاد مراطي اللي بيعتقد أنه كل الناس هلكة وكلهم مشاكل وكلهم أرف وكلهم كذا لا ده اعتقاد خاطئ ينبني عليه سلوك شاذ سلوك القطيعة سلوك الانعزال سلوك العزلة هذا اعتقاد فاسد الناس في كل الأعصار وفي كل الأمصار وفي كل الأوقات منهم الحل ومنهم الوحش هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر فيه الكبير وفيه الصغير فيه الخفيف وفيه المتزن فيه الطويل وفيه الأصير التنويع دي موجودة في كل مكان فلا يجوز بحال لواحد مننا عاقل سوي إنه يعطي حكم يعطيه على كل الناس لا في الأخير هؤلاء الناس أنت منهم وهم منك فيه ناس وحشة ماشي بس ليسوا يعني هم الأكثر وفيه ناس حلوة ليسوا هم الأكثر فيه تدافع فيه حاجة اسمها قوانين التوازن فيه تدافع وفيه توازن فالإنسان ما ييجي يحكم على كل الناس إنهم ليسوا أهل للصحبة ولا للرفقة وعاوز بقى يعلن الاعتزال ويشوف له كهف يروح يقعد فيه ولا جبل يروح يعني إيه أو مغارة ده ده كلام يعني إيه أشبه بالفوضى ده كلام غير سوي يدول على أن الشخصية شخصية غير سوية سواء انت اعتقدت في الناس أو اعتقدت في نفسك يبقى إذن السمة الثانية من سمات الشخصية السوية اللي تقدر تحط إيدك في إيديها تشتغل عندها تشتغل معاها تزوجه تتزوج منه تتفعل معاه هي أنه يكون شخص اجتماعي مش بقول بقى اجتماعي أنه كل حياته في وسط الناس ولا انعزال أنه قافل بابه عليه ما بيشوفش بشر لا وسط ما بينهما بيحب ويروح هنا وهنا ويصادق ويصاحب ويتكلم ويجتمع ويآكل ويقانس الناس وبعدين بيأخلوا لوحده ما فيش مشكلة فإذن هذه هي الشخصية الاجتماعية الطبيعية شخصية تتفاهم شخصية تتفاعل شخصية تؤثر شخصية تتأثر هي دي حزمة أو رؤوس أقلام المواصفات الاجتماعية في الشخصية إنه بيأثر بتأثر إنه بيتفاعل إنه بيتقبل بيأخذ بيعطي بيرفض هكذا مجموعة الحراكات الاجتماعية المعروفة عند كل الناس طيب ما هي السمة الثالثة؟ إيه هي السمة الثالثة التي بناء عليها أحكم أن شخصية ما شخصية طبيعية إنسان متوازن إنسان طبيعي إنسان سوي هذه السمة السمة البيولوجية إنسان طبيعي بيولوجي لأن يعني شوفوا يا جماعة الإنسان إحنا يعني قد نستطيع أن نضع هذه الحدود الثلاثة الإنسان الطبيعي هو إنسان روحاني طبيعي اجتماعي روحاني يعني عنده قوة روحانية طبيعي أو اجتماعي يعني عنده انفعالات بيولوجية عادية زي باقي البشر وثم هو إنسان أيضا إيه؟ ذهني عنده ذهانة على ما سنرى فإنسان بيولوجي طبيعي يعني إنسان لديه إيه؟ يعني بيميل للجنس الأخر إنسان بيأكل وبيشرب إنسان يحب الأمن والأمان دي كلها صفات طبيعية يعني من الصفات البيولوجية نقصد الأكل والشرب وعمليات النكاح والتوالد والتكاثر والأمن دي كلها علامات وسمات طبيعية يعني بعض الشباب يقعد يقول إيه؟ يا أخي أنا حاسس إننا إنسان تقي وإنسان حلو ما عنديش نقطة ضعف إلا في المرأة نقول له نقطة ضعف في المتتجاوس ما هو شيء طبيعي إنك تميل وتحب وتحن وتألف وتألف وده حقك الطبيعي ده ليس شذوز وإياك أن تعود هذا مرضا ده هذا مستطلب طبيعي كذلك الواحدة يكون مثلا إيه؟ البنت رائعة في أخلاقها وفي كمالها وجمالها وجميع مناشطها الحياتية والاجتماعية بس يعني عندها ميل للجنس الأخر ده ميول طبيعية ميول طبيعية ولكن نحن نعالجها في السياق الاجتماعي والسياق الدين الطبيعي واحد بيحب المرأة ما فيش أي مشكلة يعني الميل ده ميل طبيعي ليس فيه أي شيء فيا أيها الشاب التقي النقي العفيف إياك أن تظن أن يعني الرغبة والشهوة والسلوك ده مش سلوك طبيعي لا طبيعي هكذا خلقنا الله عز وجل نحن إلى الجنس الآخر وقال تعالى لتسكنوا إليه من أنفسكم أزواجا خلق لنا من أنفسنا أزواج لنسكن إليه فالرجل يسكن إلى المرأة والمرأة تسكن إلى الرجل ولكن وسيلة هذه السكنة نلتزم فيها بقيمنا وبشعائر دينين ونلتزم بديننا وأدبنا العامة وأعرفنا أما الشيء نفسه في أصله وفي أساسه ليس فيه شذوز ليس فيه أي شيء مقلق أو مؤرق أو داعي إلى وصف اللا طبيعية أو اللاسوية فإذن كل إنسان طبيعي هو إنسان بيولوجي بيأكل بيشرب أما الإنسان بقى اللي يعني يقول لك لا أنا ماكلش ده أنا مش عارف أعيش الدهر على حبة أو حبة قمح ده كلام صفسطة ده مفيش وما أرسلنا من قبل كمين إلا أنه ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق كما في صورة الإيل فرقات بيأكلوا الطعام الرسل اللي هم أشرف خلق الله وبعدين يعني المسيح ابن مريم لما الله عز وجل رد على من ادعى بنوته لله أو كذا قال يعني وأمه صديقة كان يأكلان الطعام كان بيأكل واللي بيأكل لازم يخرج عملية إخراج فشيء طبيعي فإذن الشخصية السوية هي شخصية بيولوجية بيأكل بيشرب بيميل للجنس الآخر عنده شغف بالأمومة شغف بالأبوة شيء طبيعي لازم يا جماعة نفرق ما بين الصفات الطبيعية والغرائز الطبيعية اللي الله عز وجل أودعنا فيها وخلقنا عليها وبين آلية إشباع هذه الأشياء آلية الإشباع في حدود القيم والأعراف والتقاليد والدين في شرع بيحدد فلا يجوز مثلا إشباع الرغبة الجنسية في خارج إطار الأسرة وإلا يعني خروج عن دائرة الشرعية ولكن وسيلة الإشباع هذه تحددها القيم والدين أما ذات الإشباع ده شيء طبيعي طيب لذلك الناس يعني اللي ذهبوا الثلاثة نفر بما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني للسيدة عائشة صفي لنا خلائق رسول الله أو عاوزين نعرف عمل رسول الله فلما وصفته لهم كأنهم يعني أو كأنهم تقالوها يعني قال أحدهم أما أنا يعني النبي بيأكل وبيشرب وكذا وطبيعي لا أما أنا سأقوم الليلة فلا أنام والآخر قال إيه أما أنا فلن أتزوج النساء سأعتزل النساء أترهب كده وقال الآخر أما أنا فسأصلي مش عارف ولا إيه وأشياء كثيرة كده قالوها أشياء غريبة تخرج عن السلوك البشر السوي حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلم بخبر القوم وقال أما وإني أتقاكم لله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو ثم قال أما وإني أقوم وأرقد أصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن يعني شوفوا يعني سلوك طبيعي النبي صلى الله عليه وسلم وصف إيه سلوك طبيعي وصف هؤلاء الناس أنهم تجاوزوا سنته وعادت وهددهم أنه من تجاوز سنته فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أتقان وأعبدنا لرب ولكن انظروا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان شخصية متوازنة يقوم ويرقد يصوم ويفطر ويتزوج النساء فبما يجي واحد بقى يقول له ده أنا لازم أكون ملاك لا أنت مش ملاك مهما تعمل أنت مش ملاك أنت بشر بحاجة للطعام بحاجة للشراب بحاجة يعني إيه لتفريغ وإشباع الرغبات الجنسية بطرق شرعية وآليات وأدوات شرعية إيمانية عرفية قيمية فأنت بشر طبيعي فلما تجد يعني من نفسك ذلك لا تقلق ما فيش أي مشكلة وأنا بقول ده لأن كتير من الشباب في مراحل المراهقة المتأخرة ويقعد كده يقول إيه يقول يا أخي أنا حس إن أنا عظيم ورائع بس هي بس لو شفت واحدة بتوتر ومش عارف بحس بمي الغريز لا تأكل له سلك طبيعي أقول لك أيها الشاب اصبر إن استطعت الباقة فتزوج وإن لم تستطع فعليك بالصوم يعني وضبط نفسك وغض من بصرك واصبر وتصبر حتى يمن الله عليك بالباقة فتتزوج وتكون أسرة وتعيش الحياة الطبيعية فإذن أيها الشباب لا قلق أبدا من الرغبة والميول المكبوطة المكبوحة بداخلكم ده سلوك طبيعي ولكن إشباع هذه الأشياء لا يكون إلا في إطار القيم الشرعية وفي قيم العرف وبحسب قيمي وبحسب أوامر ديننا الكريم طيب يب إذن الصفة الثالثة هي صفة صفة البيولوجية إن إنسان يكون بيولوجي تمام سليم يعني لا شيء في ذلك بنشوف بقى في الأفلام العلمية اللي هي واحد كان يعني إنسان آلي طبعا ما فيش إنسان آلي ولا شيء ما فيش إنسان آلي ولا حاك بس البشر هم البشر الذين خلقهم الله ولكن دول يعني إيه اللي هو المشيين آلات آلات يعني بتحول تقلد الإنسانيات أما طبعا بقى في الفنتازيا وأفلام الخيال العلمي والكلام ده يقولك إن الآلة تحولت إنسان أو الإنسان تحول لآلة ده كله يعني ضرب من الترف العقلي وضرب يعني من الترف العلمي والافتراضات التي يعني لا أظن أننا سنصل إليها نحول الآلة الإنساني والإنسان الآلي لا ده عالم وده عالم والإنسان هو الذي خلقه الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم فهو ده الإيه الإنسان الطبيعي أما الآلات وإدخال الآلات في الإنسان والكلام ده ده كلام يعني هو على سبيل الترف العلمي وعلى سبيل الصناعات التي تيسر الحياة وتتمثل بسلوك الإنسان زي الريبوت كده إيه يحاول يخدمنا يعمل لنا كذا وبيجيبه في صورة إنسان ويأخذ أوامر وأردر أما لن يكون قط يعني آلة كإنسان قط لأن الإنسان صنعة الله عز وجل أكرمه الله وخلقه الله تعالى أما الآلة فهي صناعة إنسانية يعني قاصرة تؤدي بعض الأشياء وبعض الأهداف يب إذن السلوك الثالث الذي نستطيع بناء عليه نحكم على إنسان طبيعي إنه عادي انفعالاته الإيه البيولوجية عادية طيب إيه هي السمى الرابعة والسلوك الرابع والعلامة الرابعة والمظهر الرابع من مظاهر الشخصية السوية عاوز أحكم على فلان إنه سوي وإنسان طبيعي إنسان معتدل إنسان متزن إنسان رائع لم يخرج إلى الشذوذ بعد ولكن هو في إطار الطبيعي السلوك الرابع ده اللي هو إنه يكون إنسان ذهني وفكري نكلم نحن قلنا إنه طبيعي وبعد ذهني وفكري وإنه يكون اجتماعي يعني إيه بقى ذهني وفكري ذهني وفكري يعني يكون لديه أفكار عنده كده أفكار إنسان كده بيسمو ذهنياً عنده أفكار عنده تصورات بيستقبل المؤثرات بيستجيب لها بيعالجها بيطلع مخرجات آه إزاي يعني يعني الإنسان لازم يكون ذهني لو واحد مقفل غبي غباء محد ده سلوك شاذ ليس بسلوك سوي واحد يقول لك يا أخي أنا لا يمكن ألاقي حل أي مشكلة في حياتي لا الكلام ده فيه نظر لا يب أنت يعني فيه فيه سلوك غيره سوي لازم تراجع طبيب لازم إيه تشوف نفسك فيه أما أنك تكون إنسان لديك يعني اطرحات تصورات تصيب تخطئ تستطيع أن تخطط لنفسك تستطيع أن تخطط لغيرك تستطيع أن ترك من المكان الذي أنت فيه إلى المكان الذي تريده تستطيع أن تساعد إنسان آخر تدفع الشرة أو الأذى عن نفسك ده ده شيء طبيعي فلازم الشخصية السوية تكون شخصية لديها قدر ما من الذهنية ومن الأشياء الفكرية من الأفكار ده شيء طبيعي أما إنسان يقول لك يعني إنسان ما بيفهمش خالص لا ده شخصية ليست سوية وإن كان هو على المستوى الاجتماعي رائح وعلى المستوى البيولوجي إنسان طبيعي جدا ولكن على المستوى الذهني فيه قصور لا ده شخصية ليست سوية وقد يكون هذا القصور الذهني اللي ما عندهش أفكار اللي مش قدر يستقبل أفكار أو تصورات ولا قدر يعمل عملية معالجة لهذه الأفكار في داخله يفكر فيها كده على المستوى الداخلي وبعدين يطلع مخرجات كده ايه اوتبوت يطلع كده حلول اللي ما يقدرش غالبا يكون السبب فيه شيئا أول شيء يا إما هو ما تعلمش فلازم نعلمه فإن لم يكن متعلما فلنعلمه وده هو الغالب يعني على الغالب الناس اللي هي مش قدر تفهم مش قدر اتعالج الأمور الذهنية مش قدر يشوف حلول ولا مخارج ولا عنده أطرحات ولا تصورات بيكون مش عارف أو أعلمه واحد جاهل أو اكتسب أنماط فاسدة من واحد تاني أما الناس بطبيعتها ربنا سبحانه وتعالى خلقها بفكرها بتصورها قابلة للتفكير وللتصور وللإبداع فعلى الغالب السبب الأول لهذا الإنسان الذي ينقصه البعد الذهني أول شيء إنه غير معلم أو تعلم بطريقة خاطئة الشيء الثاني قد يكون هناك يعني إشكالية ما في الجينات بقى الجينات التفكير عنده إشكالية دماغية عنده أحد أمراض التوحد والإتزم يعني مثلا أو كذا أو عنده القصور الذهني أو دي ممكن احتمال وارد أيضا فإذن الناس التي تفتقد الذهنية والعقلية والبصيرة الفكرية التي بناء عليها يخططون لأنفسهم يخططون لغيرهم يسمع يستجيب في مدخلات input في output في عمليات معالجة معينة ده غالبا يخضع لشيئين أو يحلل يفسر بشيئين إما أنه لم يعلم وده الغالب كما كلنا أو عنده حالة مرضية معينة عنده ضمور في الخلايا الذهنية أو عنده حالة من حالات التوحد أو إلى غير ذلك ومش شرط احنا ما بنقولش يعني أن لازم يكون عبقري كل واحد ما يكونش على أو في ذهنية أينشتاين يعني إيه يكون إنسان مريض لا احنا بنقول أقل القليل أقل إيه الواجه يعني الحديث اللي احنا عارفينه حديث أم زرع الولية اللي بتصف زوجها بتقول زوجي غيايا يعني منتهى الغي طبقاء يعني عنده غباء مطبق يعني شجك أو فلك أو جمع كلا لك إلى آخر الحديث إحنا المقصد منه إنه منتهى الغي منتهى الغباء هو ده الشخصية غير السوية أما اللي عنده نسبة ما من الذكاء نسبة ما من الخبرات من التصورات يستطيع إنه يعمل يقدم حلول ولو حلول يعني صغيرة متواضعة هذه شخصية سوية لا شيء فيه لا أفضل طبعا أنه يعمل تنمية ذهنية ولكن احنا بنتكلم عن الحد الأدنى من التفكير طيب أيضا عندنا السمة الخامسة السمة الخامسة والأخيرة للشخصية السوية الصفة الأخيرة هذه مهمة جدا ألا وهي أن يكون يعني شخصية روحية أو روحانية اتكلمنا احنا عن البيولوجية اتكلمنا عن الذهنية البيولوجية يعني يأكل ويشرب وكذا وتفاعلاته طبيعية وعن الاجتماعية أنه يتأثر ويؤثر يتقبل ويقبل ويرفض ده اجتماعية واتكلمنا عن الشخصية الذهنية يكون عنده تصورات وفكر هذه هي الصفة اللي هو يعني آخر الصفات التي تدل على أن شخصية ما شخصية سوية اللي هو يكون إنسان روحي يعني روحي أو روحاني يعني إنسان طبيعي عنده بالفطرة كده غريزة غريزة الإيمان بالله يستشعر أنه له رب عظيم رب قوة قاهرة يلجأ إليها يدعوها يأنس بها بالفطرة بالفطرة ده شعور فطر طبيعي عند كل الناس طيب ما المسلا هل يقول لك الإلحاد ده سلوك طبيعي لا الناس ليست ملحدة بطبعه ولا علمانية بطبعه الناس الله عز وجل يعني خلقهم أسوياء موحدين به الأبوين أو البيئة كما في الحديث فأبواه كل مولود يولد على الفطر فأبواه يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه بس الأصل أن كل إنسان بيولد على الفطرة كل إنسان عنده فطرة وغريزة الإيمان بالله بعد ذلك تيجي بقى المؤثرات البيئية والاجتماعية هي التي تجعل فيه انحراف في التفكير لو الحرف بس كل مولود يولد على الفطرة أما إنسان يقول لك ده ملحد بطبعه حاجة اسمها ملحد بطبعه الحمد لله رب العالمين معظم العالم متدين وإن اختلفت الديانات نعم في نسب إلحاد وفي نسب وثنية وفي نسب كذا ولكن الفطرة الطبيعية التي فطرها الله هي فطرة التوحيد فطرة الإيمان بإله الاعتراف بإله نلجأ إليه نخضع إليه قديما كان ديكارت بيقول إيه المبدأ بتاعه الكيجوتو بيقول أني يعني أنا كيف عرفت ربي هو الرجل ده يارف ربنا إزاي بيحكي خصة بيقول ديكارت بيقول الفيلسوف المشهول بيقول أن أنا شكت في كل شيء كل شيء شكت فيه مطلقا طيب أنت شكت في كل شيء كل شيء إلا في شيء واحد إلا أنني أشق يعني هو شك في كل شيء إلا أنه بيشق فإذن آمن بنفسه آمن بنفسه أنا أشق أو أنا أفكر إذن أنا موجود القاعدة دي فلما رأى نفسه إنسان طبيعي بيشق وبيتوتر يعني قال لازم فيه قوة مطلقة عالية أثق فيه هي الله سبحانه وتعالى معنا اتصال ألو دكتور وائل ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام تفضل يا دكتور السلام عليكم دكتور أحباركي حياكم الله الحمد لله بخير اللي سألع حضرتك طيب دلوتي كان عندي حلقة قريبة من الموضوع دي بس مش عاوز أعرضها عليك يعني فضل يا دكتور دلوتي كنت أنا متزوج من فترة من حوالي 9 سنين نعم كنا بنحب بعضه متعلقين ببعضه جامد بس حصل مشاكل كده مش عارف مشاكل لايمة نفسية أو مشاكل سحر وما شبه زي مش عارف الأصح تمشي الهين نعم لأن بعد ما طلقت وانفصلنا وكده متعلق بيها وصورتها قدامي مش قادر أركزها أشيلها من قدامي ممكن من بقالي سنتين أو ثلاثة نعم بس كده يا دكتور حضرتك عندك أولاد منها لا لا ما فيش عفوا مدة زواجك ظلت كم لمدة الزواج ممكن 7 سنة أو 9 7 أو 9 وفي انفصال دلوقتي بس الإشكالية دلوقتي هي في ذهنك هي في ذهني ما بتخرجش من ذهني هي حالة مرضية ولا هي حالة طبعية نعم طيب ماشي وصل السؤال يا أخوة حياك الله ماشي أجاوب علي إن شاء الله سؤال أخونا الدكتور وائل بيقول أنه كان متزوج تزوج لمدة 7 أو 9 سنين قدر الله عز وجل في مشاكل ما هذه المشاكل نتج عنها طلق فتفارق هو وزوجته بس هو عنده تعلق وصورتها حاضرة في ذهنه والله أنا أستطيع أن أقول يعني لأخونا وائل الحبيب أول شيء يعني إذا الأمر كذلك تب ما تشوف شوف ممكن تراجعها يعني إذا لم تكن متزوجة وكده خليك إنسان عمله طبيعي على طول إن يعني فيه إمكانية لإرجاعها فأرجعها فدم أنت يعني كان فيه تعلق ودرج التعلق ومحيب لها فلو فيه إمكانية فلتعود إليها لو قدر الله عز وجل هي متزوجة أو تزوجت أو خلاص ارتبطت وخلفت وكذا وصورتها لا تزال عالقة ده شيء طبيعي يعني بداية ده شيء طبيعي لإنك يعني إنسانة تزوجتها على شرع الله وعلى كتاب الله وسنة رسول الله وعشت معها وتفعلت معها ويعني كنتما في عشرة كاملة فشيء طبيعي إن الدن يعني يعني إيه يظل صور ذهنية كثيرة عالقة بك الصور الذهنية كمجرد صور ذهنية وذكريات جميلة ده شيء طبيعي أنت لا تستطيع أن تخرجه لأنه جزء من حياتك ولكن مطاردة الصور الذهنية لك دائما دائما ليلة نهار في المنام في اليقظة في أحلام اليقظة هي دي من أول هنا تبقى دي حالة مرضية لو كان الأمر كذلك طيب إيه الحل لو هذا الأمر موجود طبعا من أسباب هذا الأمر إن الواحد بيتألم بيعد يندم يقول لعلي تعجلت بالطلاق بيحاول بقى يشوف أسباب يقول ده أنا كنت مسحور ده في ناس دخلت بعمل سحر الأصل خليك طبيعي اللي حصل دلوقتي أنها ليست زوجتك وأنك فرقتها عرفت ترجعها كنبها ما عرفتش ماذا تصنع عليك بالبديل شوف وحدة حبها وأحلها محل الأولى لأن فيه فراغ دلوقتي الفراغ إن لم تملأه بأخرى حتظل القديمة هي اللي ملياه فشيء طبيعي الأمر بين يديك هذا إناء القلب والوعي والمشاعر والفكر إناء أشبعه بأخرى تزوجها وهدها بالمواصفات اللي أنت عاوزها أو يعني ستبقي نفسك في حالة فراغ وفي حالة إيه صعبة جدا فإذن الحل الآن إن كان في فرصة لإرجاعها أرجعها وحاول سوي الأمور واحذر أن تدخل وتجنب كل ما كان من أسباب الطلاق فإن لم تستطع هاتي غيرها واحذر حالة مجنون ليلى حالة قيس بن الملوح قيس بن الملوح حب مين؟ حب ليلة وده شخصية حقيقية طبعا حبها حب عظيم راح يتجاوزها يقوم عمها الأحمق المتشدد المتعصب اللي دماغه فرغة واحد راح بيحب بنته وبنت أخوه يعني بتحبه فقال لا أو أبوها لعله يعني فرفض أن يزوج قيس بليلة وقال له لا إحنا ما عندناش لأنك قلت فيها شعر وعمل تمدح فيها وعمل تتغزل فيها واللي بتغزل في واحدة مش بنجوزه إياها طبعا دي عداد جاهلية يعني ليست من الإسلام ولا من الخير فيش أي واحد حب بنتك وطلبها بالمعروف ومدحها في الشعر أهم شيء أني قيس بن الملوح يعني إيه اللي حصل منه ليلة زوجت أيضا دنو يحب فيها ليلة ماتت ظل يتعشق فيها طبعا دي بقى حالة مرضية خرج من حالة السوية إلى الحالة المرضية ليلة طب يعني في غير ليلة فيه مئة ألف وحدة غير ليلة يعني ليلة دي اللي سرها باتع ماتع لا دي اسمها بقى رومانسية زائفة واسمها نرجسية واسمها فراغ ذهني ونفسي وعقلي ما أكثر الليالي فليختر ليلة أو ليلة غير الليلة بتاعة ليلة الأخرى إنسان العاقل إنسان عملي نعم بنحب وعندنا مشاعر ورومانسيين وبنألف ونؤلف ولكن تخليك إنسان عملي عندك شيء كان معاه استطعت تعيده أعده إن لم تستطع هات يلا واحدة تانية اخترها على ما تشاء كذلك بأوصي بناتنا بأوصي أخواتنا إنك يعني لو قدر الله كنت تحبين أحد تقدم إليك حيلة بينك وبينهم ما فيش جواز تعودي متعلقة بوت وتقتلي نفسك على ما فيش حد بقتل نفسه على شل حد شوفي بديل ابن حلال تاني كذلك أي واحد فارق محبوبته أو واحدة كان عاوز يتجاوزها انظر غيرها وتزواجها وخليك إنسان عملي الحياة مش مستحملة بقى تقعد تعيش للقصص الأديمة وتقعد تعمل لي فالنتينو وإيه عصرك ودهرك ليس هذا هذا هو المقام إنسان العاقل الشجاع على طول بيمضي خطوة حبه وعيش وعمل كل شيء في الحلال وإطار الحلال وما أكثر البنات كذلك أكل الفتاة ما أكثر الرجال إياكم وإياكنا أن تقفنا عند أو تقفنا عند باب واحد يعني إحنا الواحد مش نقص يتجنن مجنون ليلة مضى إلى حال سبيلة رحمة الله علي مش عاوزين بقى نتجنن لا مجنونة إيه قيس ولا عاوزين مجنون ليلة إحنا عاوزين عقلاء ناس إيه شهمة طيب نرجع إلى ما كنا بصدد الجزء الروحي اللي إحنا بنقول واجب في الإنسان السوء الطبيعي اللي تقدر تحط إيدك فيه وتقدر تتفعل معاه تتعامل معاه لازم يكون عنده جزء روحي يعني إيه الجزء الروحي يعني إنسان يكون على الفطرة فطرته ليست ملوثة زي دلوقتي فيه موجة الحدب تضرب العالم العربي والإسلامي خاصة يعني بعد الثورات الرائعة الثورات الرائعة العظيمة اللي غيرت أشياء كثيرة وأكسبتنا حريتنا نسأل الله العظيم يعني أن ينصر كل الثورات الإسلامية والعربية بعد الثورات دي حصلت حالة من الحرية والتحرر بس للأسف بعض الناس الحرية دي أخذت شوطها فأصبح يشكك في كل شيء حتى إنه يشكك في رب العالمين بيقول للرب والدين يرحل الرب يرحل والدين يرحل يعني موجات من الإلحاد والزندقة للأسف استولت على كثير من الشباب وكثير من الناس اللادينيين يبثونها في الشباب حتى على مستوى أوروبا ومستوى العالم في موجات إلحاد متزايدة نسأل الله أن يحمي بلادنا العربية والإسلامية يعني إحنا 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 شعوب متدينة بطبعها فإحنا شعوب متدينة بطبعها معنا مكلمة ألو إلا طيب خلاص ماشي نرجع يب إذن إحنا كنا نتحدث عن هذه الأشياء فإذن الروحية والروحانية هذه من سمات الإنسان الإيه؟ من سمات الإنسان السوي الطبيعي فإذن أي موجة إلحاد لا ده شيء شاف شيء ليس طبيعي يبقى إذن نقدر نعمل كده هرم يعني أو سلم من خمس درجات أو مربع هكذا أو مكعب من خمس درجات نذكر في الصفات والسمات والخصائص التي بناء عليها أحكم على فلان ما بأنه سوي أو طبيعي قلنا أول شيء أنه فيه من المظاهر والظواهر الإنسانية كل شيء بيغضب بيحب بيكره بيمارس حياته لأنه إنسان لأنه بشر لأنه بشر حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني على مستوى الذنب يعني والحديث صحيح والله لو لم تذنبوا لأذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم كما في الحديث القدسي فيغفر الله لهم أو يغفر لهم فإذن الشخصية الطبيعية السوية اللي فيها كل المجتملات الإنسانية يبدأ أول صفة على إن الإنسان سوي الصفة الثانية إنه اجتماعي يألف يؤلف يتعارف يحب يكره يؤثر يتأثر فالإنسان يكون فيه كل الصفات الطبيعية الإنسانية إنه يكون إنسان اجتماعي الصفة الثالثة إنه يكون إنسان بيولوجي يعني بياكل بيشرب يحب نفسه يتزوج يميل للجنس الآخر ولكن كما كلنا يشبع هذه الغرائز في الإطار الإيه إطار الديني القويم السليم الشيء الرابع إنه يكون إنسان ذهني فكري عنده يعني تصورات عنده حلول عنده عقل بيشتغل مش كل الحياة عنده إيه يعني بيولوجية لا البيولوجية دي حياة الحيوانات أجلكم الله وأعزكم الله إن الحيوان عمال يأكل ويشرب ويعني بيمارس حياته الحيوانية لا إحنا عندنا شيء إضافي شيء مضاف اللي هو عندنا الذهن والذهانة والفكر والوعي ده عندنا منحنا الله إيه الشيء الخامس والأخير هو البعد الرحاني أو البعد الإيماني إن يكون فيه إنسان فطري إنسان فطرته لم تشب لم تلوث هذه هي الإيه الخمسية طيب إذا كانت هذه سمات وخصائص الشخصية السوية ما هي سمات وخصائص الشخصية الشاذة الشخصية غير السوية الشخصية بقى اللي أنت تخاف منها الشخصية اللي هي محتاجة علاج الشخصية اللي هي محتاجة مؤثر خارجي علشان يعيد إليها التوازن والاتزان والتوسط والهدوء وتمام وكمال لانفعالات الإنسانية دي نقدر نقولها إنها ضد الصفات الخمسة اللي مضت إحنا عندنا صفات طبيعية تدول على الشخصية الطبيعية وعندنا صفات أخرى تدول أن هذه الشخصية ليست طبيعية خلونا كده نتعرض إليها بسرعة إنسان ليست فيه كل الظواهر الإنساني يعني واحد يقول لك واحد عمره ما بزعل أبدا لو سبته لو لعنته لو مش عارف عملتي كذا لو لا يغضب أبدا دي شخصية مش سوية هذا ليس بسوي لأن الإنسان الطبيعي يحب يعني يكره يغضب ينفعل عنده كل التوازنات والصفات اتنين شخصية لا اجتماعية شخصية يعني ايه مش اجتماعية أبدا بالمرة زي الشخصية الأولى يعني ايه شخصية مش اجتماعية يعني شخصية منعزلة شخصية لا تطاق شخصية لا تألف ولا تؤلف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقولها خير في من لا يألف ولا يؤلف واحد لهو عارف يحب الناس ولا ينسجم معهم مش قادر كده يدخل معهم عامل زي الصخرة تحطها في المية الصخرة تحطها في المية هي صخرة تقعد مئة سنة ألف سنة هي صخرة ولكن السكر عندما تضعوه في الماء يذوب فالإنسان الاجتماعي الألوف المحب عامل زي السكر كده بيدخل يحل كل شيء حواليه تلاقي المية كلها مسكرة حلوة تشرب من أول يعني قطرة لآخر قطرة تلاقي فيها سكر يعني ده دليل أنه إنسان متفاعل ينفاعل يتأثر يؤثر يقبل يستقبل يرفض ده إنسان اجتماعي طبيعي أما الإنسان اللي هو لا يستطيع أن يألف ولا هو يؤلف كل الناس عملا تنبذ فيه كأنه غاباوي كأنه تولد في صحرة كأنه تولد في غابة مثلا وتربى مع الأرود يجرى على الشجر تيجي تكلمه تحس أطبعه نافرة إيش ينطح يرفص يقفز كذا مفيش أي سلوك إنساني لا اللي زي ده شخصية تحتاج إلى تهيئة وإلى إعادة يعني إعادة اجتماعيته وخصائصه الاجتماعية في الألفة والإيه والألف طيب الشخصية أو السمة الثالثة للشخصية غير السوية إنها شخصية يعني ضد يعني البيولوجية شخصية مش بيولوجية يعني مش طبيعية يعني إنسان مثلا إيه يعني إنسان متشدد في الزواج لا يألف الجنس الآخر قط واحد بيكره الحريم مثلا أو واحد بيكره جنس الرجالة طبعا مفيش الكلام الكلام ده لو موجود يبدي حالة مرضية ربنا خلق الرجل والمرأة كلاهما يألف كلاهما أو كلاهما يألف الآخر فلو واحدة بتقول أنا لا أطقصا في الرجال أنا مش عاوز أتجوز الرجالة دول كلهم وحشين شياطين لا يمكن دي مريضة دي مريضة لا عفة ولا شيء ده مرض وخلل في دماغها فلازم إعادة تهيئة ولازم إيه إعادة تشكيلها من جديد كذلك إما يجي واحد يقول أنا ما بحبش الحريم أنا لا يمكن زي الرجل الشاعر اللي كان في حضرة هارون الرشيد بيقول كده بيقول إن النساء شياطين خلقنا لنا نعوذ بالله من إيه شر الشياطين شوف بيقول إيه عن النساء فأتى فرد عليه أحد آخر قال له واحدة اللي ردت عليه في حضرة هارون الرشيد قالت إن النساء رياحين خلقنا لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين فإذن يعني فيه أشياء كثيرة جدا طيب فيه بعض الأشياء اللي قد نعدها خوارق أو إعجازات طيب الحاجات دي خاصة بالأنبياء إحنا بنتكلم دلوقتي عن الشخصيات السوية الطبيعية يعني مثلا سيدنا يحيا كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال بعض المفسرين حصور يعني إيه متبتل ليس له في النساء السيدة مريم مريم يعني القانتة العابدة رضي الله عنها يعني السيدة مريم كانت أيضا يعني مستورة مصونة فهذه طبعا أشياء إيه بتبقى يعني أشياء نبوة وأشياء اصطفاء من الله واختصاص من الله عز وجل ولكن احنا يا جماعة بنتكلم على المستوى الطبيعي العادي بتاعنا إن الشخصية العادية السوية إن الواحدة تميل إلى الرجل الرجل يميل للمرأة ولا خير في من يعني إيه حرمت على نفسها الرجال ولا خير في من حرم على نفسه النساء لا الحياة الطبيعية نحن بنتزاوج بنتقالف دي حيائي طبيعية طيب عندنا أيضا في الشخصية البيولوجية نسيت نقطة لنقطة الألم بعض الناس مثلا زي بودايزم في البوذية يعني أو غيرها أو بعض الهنود يتلذز بالألم لا ده ضد المنطق ضد العقل ضد الشعور الطبيعي الشعور والإنسان الطبيعي يكره الألم بيبعد عن الألم أما تيجي تلاقي واحد عمال يمشي على الأزاز يمشي على مسامير عمال يجرح في نفسه يجيب دم ده شخصية مش سوية أو بقى تبقى مهارة وموهبة بيأكل منها عيش أو تربية يعني شائهة أو تربية خاصة أو ديانة يدينوا بيها ولكن ليس هذا هو الطبيعي فالطبيعي إن احنا بنلبس ثياب وبنعيش حياة عادية مش نروح نقعد في التلج وإحنا عريانين أو في الحر نلبس مش عارف عشرين جلبية ولا عشرين ملبس لا يعني الانفعالات الطبيعية العادية ففي ناس من الهندوس والسيخ وكذا ومذاهب أخرى بتتلذس بالألم عندهم كده حالة النرفانة كده ويجي في الألم يتلذس بالألم وممكن مش عارف ايه يحط نحلة على نفسه زي ما احنا بنشوف كده في الايه بعض الفقرات الفنية واحد يدخل كده مع ايه مئة ألف نحلة أو مع ألف نحلة يدخل والنحلة يقعد يجي عليه ويقرص فيه طبعا دي مواهب هي يعني أشياء لأكل العيش أكثر منها حياة طبيعية يقول لك واحد ده بيعيش بين التعابين يجيب ثعبان كده وينمع التعابين يا عمي الله يعطي العاف يا الله يوفق يعني خلني ينام احنا ما نعرفش ينمع التعابين ولكن دي مواهب فإذا دي شخصية مش طبيعية أو هو مدرب تدريب معين واحد عايش مع النمور واحد يعني مرب نمر وعايش معاه ماشي مفيش مشكلة هو يقدر كده ولكن احنا بنقول الحالات الطبيعية العادية اللي احنا بنعيشها أما واحد ما يعرفش يعاشر البشر ويعاشر النمور واحد يصبر على النمور ويقدر يكيف النمر ويخليه طقم النار يجري فيه ويمشي ويشيل ويفتح بقه ومش عارف يحط ايده في بقه وما يجرحوش وما يقدرش مثلا يعالج الناس ويعاشر الناس ده أيضا ليس بسوي فإذا الشخصية اللاسوية هي الشخصية التي تترك الطبيعة وتشذ عنها وكما قلنا ان في استثناءات لحالات كثيرة وما أحسن ما قال الشاعر ولربما قد شذ عنها نادر وأصولنا ألا يقاس بنادري نحن لا نقص على النادر يعني فيه إنسان حلو مع الناس وحبوب ويروح ينمع التعبي أو يمسك ثعبان وثعبان بيقرس بجد يعني مش مخدر ولا شيء ويروح يعيش مع النمور ده زي الناس بتوع السرك اللي هم لإيه المبدعين يعني الناس العظيمة بتاعت السرك دي طبعا تبقى مهارات ومواهب وهي وظيفة ومهنة ولكن هو في الطبيعي بتزوي وبيعيش بينا بيعيش بين البشر مش بين التعابين طيب الشخصية ضد الذهنية والفكرية يعني واحد منزوع الذهن واحد يعني غبي غباء محت زي ما بيقول كده الفنانين غبي منه فيه دي شخصية طبيعية لا مش شخصية طبيعية واحد قفل 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 لا دي مش شخصية طبيعية وحنرجع نقول ان سبب حالة الاغلاق الذهني وانه ابيض من اللبن يعني مفيش خط كده فكرة في دماغه على الغالب بيكون سوء تعليم سوء تعليم او البيئة لا تسمح بتعليم او التعليم ضعيف او التعليم سيء فبيكون سوء تعليم ولو علم لتعلم لو علم لتعلم قولك تحلم لتحلم تعالم وتعلم لتعلم فده بيبقى سوء تعليم ايش الثاني زي ما احنا قلنا لسه يلين من شوية ان بتبقى الخلايا بتاعته الذهنية في ضمور ذهني في ضمور في اعاقة ذهنية عنده مشاكل خلقية مخلوق به الجيناتكس بتاعه يعني عنده مشكلة ما فيها فعلى الغالب بتبقى المشكلة مشكلة سوء تعلم فما تلاقي انسان عنده اغلاق شديد فاقد للوعي على طول دي حالة مش سوية احنا كده نشوف في الافلام بعض الناس يحاول في الافلام ييجي كده انه ايه ملطش كده مسطل كده على طول يعني انسان مشوش لا ده ده تمثيل على المستوى الطبيعي ممكن المخدرات نعوذ بالله من شرها تعمل في الواحد كده واحد عمال يشرب عمال يسكر عمال يعربد عمال مثلا يدمن اشياء يعني فاسدة مفسدة فعلى طول يمسطل كده يعني الصباح عنده مساء واحد يقول له سلام عليكم يقول له نسمع بسلام نسمي مش عارف كذ ده الليل نهار والنهار الليل الشخصيات الشائحة دي ولكن الاصل الاصيل ان الانسان سوي هو عنده وعي هذا الوعي قد يكون زائد وقد يكون نقص ونحن لا نقول الشخصية السوية يعني لازم تكون شخصية ذكية على الاقل شخصية طبيعية يقدر يعرف ايه الصالح له وما هو الضار الذي ينبغي عليه ان ايه يتركه ان لم تستطع ان تعرف ما تريد فعلى الاقل اعرف ما لا تريد يعني كده الحكمة دايما بتقول كده ان الانسان فينا كل انسان فينا يا اما عارف هدف بيسعى اليه طب لو مش عارف هدف تسعى اليه اعرف ايه الاشياء اللي تضر اقفر منها اما لن تعرف الهدف الذي تذهب اليه ولا الاشياء الضارة التي تبتعد عنها هو ده الجنون بقى هو ده الهبل والخطل والغباء والعبط كما يقولون يبقى اذا لازم يكون عندك هدف تسعى للوصول اليه او اذا لم تستع يعني ان تحدد هدف وتسعى اليه شوف الحاجات الضارة التي تؤذيك ففر منها اكتشف كده طريقة ما ابعد عنه اما العارف تبعد عن الضار والعارف تصل الى النافع هو ده الفشل والهبل والخطل كما كلنا وهذا ما يستدعي علاج وهذا ما يمكن ان يطلق على صاحبه انه ليس شخصية سوية ولكنها شخصية مرضية الشيء الثالق الشيء الخامس والاخير التي او الذي نستطيع من خلاله ان احنا نحكم على شخصية ما انها شخصية غير سوية اللي هي الشخصية اللي يعني ضد الروحانية او ضد الروحية بعكس الايه الصفة الاولى يعني واحد عنده الحد محط ما يقبلش اي شئ دين اللي ما يقبلش اي شئ ديني وعنده الحد محط ده ده شخصية ليست بالسوية لان الايمان فطرة والفطرة شيء طبيعي والفطرة غريزة خلقنا الله عليها كله مولود يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاللي عنده الحد محط ده مشكلة او واحد رايح يعبد حجر او شجر زي كفار قريش يعني غريبة يعني يعمل له تمثال كده اله من عجوة يعبده الصبح واول ما ييجي المسا يروح اكله اه حصلت وسيدنا عمر يعني روي عنه شيء مثل ذلك وبعدين يعني زي ما احنا قلنا ان واحد مرة واحد قالوا له ده في اله يعني هبل مش عارف ولا مين اذهب فقدم له القرابين ده في الجاهلية او قبيلة او بعيد عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يلا روح قرب القرابين للايه للاله هبل او غير الراجل رح شايل ومش عارف خد معاه ايه وخد معاه ناقة عشان يذبحها عند الاله ورح فلاقى كده الصنم من بعيد ضخم فلاقى الصنم الضخم ده لقى في كلب او ثعلب رح راكب فوق الصنم وتبول عليه ومشي او بيقولوله ده الاله ده الاله اللي انت هتعبده الحلو اللي بيجيب لك النفع ويصد عنك الضر الاعرابي بفطرته قال ايه يعني ارب يبول الثعلبان برأسه فلا خير في من بالت عليه الثعلب يخرب بيته اله ايه ده فكفر بهذا الاله اللي من حجر شفتوا الفطرة الحلوة هي دي دي الفطرة الايمانية السليمة مش واحد يعمل لي تمثال من عجوة وبعد شوية يروح اكلها او واحد يروح لواحد دجال وما اكثر الدجالين اليوم يقول لك ده نعرف الحظ ده نعرف البخت ده نشوف النجوم يا اخي تابروح يعرف الكنز فين طلع لك كنز وروح اما هو في الاخر انسان بيشتغل هنا في قناة ولا في بتاع بيشتغل ببضعة دراهم او بشوية جنيهيات وعمل ينصب على الناس لا لا الانسان الطبيعي السوي المنفعل عنده بالفطرة ايمان فاذا قلنا هذا الايمان يتناقض مع الالحاد المحط او مع ان واحد يعبد شي مش منطقي زي اللي بيعبد تمثال من عجوة ويأكله اخر اليوم او يروح يعبد حاجر عمله حاجر كده زي كفار قريش ولا حول ولا قوة الا بالله يعني سيدنا ابراهيم كان ذاكي يعني ما اعظم نبي الله ابراهيم يعني الذي اوتي الحجة واوتي الحكمة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلاة تعرفين انه راح كده على الاصنام بتاعت قومه وحب يغزهم عمل ايه كسر كل الاصنام الا اكبر صنم ورح حاطت الفأس فيه فيعني ما سألوه قال طيب ما تسألوا كبيرهم ده هو الممكن الصنم الكبير ام عليهم كسرهم فرجعوا الى انفسهم يعني بدأوا اداهم كده ايه حقنة عقلية ذهنية انهم يفكروا فاذا هذه هي مواصفات وصفات وسمات وخصائص الشخصية السوية عندنا دلوقتي باقي ان احنا نتكلم عن برنامج للتوازن افرض واحد عاوز يكون بقى انسان طبيعي انسان طبيعي واحد له رغبة حاسس ان انفعالاته واطباعه وصفاته وسماته ممكن ما فيهاش الخمس اشياء دي او ممكن متناقضة او ممكن فيها تلات صفات وما فيش صفتين يعمل ايه اول شيء في برنامج التوازن كده ان الانسان اللي بيحب نفسه والانسان اللي بيحفظ على دماغه وحفظ على شخصيته وعاوز يبقى انسان ناجح اقول له هات بس كراسة كده صغيرة يا عم مش كراس وراء يا عم ياريت يكون عندك كراسة كده تكتب كده ايه تقييم لنفسك شوف نفسك حب نفسك ابدأ بنفسك الانسان العاقل السديد الواعي لازم يكون عنده دفتر كده يسجل في تاريخ نفسه انا احسنت في ايه اسأت في ايه ايه الحاجات الحلوة اللي عندي اسأل الناس يا اخي انا بستغرب واحد ممكن ايش تلاتين سنة اربعين سنة خمسين سنة سبعين سنة وعمره ما يسأل الناس هو ايه الحلوة اللي عندي يا اخي اسأل الناس اياتها الزوجة العاقلة ايها الزوج العاقل ايها الشاب ايها الموظف ايها الانسان العاقل النبيه حاول اسأل اللي حاولك ايه احلى شيء عندي فاكتب يا اخي افضل اشيء عندك ونمها وكثر منها يبقى دي برامج التوازن اهي شوف ايه الشيء الحلو اللي عندك واحد اتنين ثلاث في وراء في وراء ايه لم يكن دفتر وانا ادعو كل انسان بيحب نفسه كل انسان عاقل عاوز يطور نفسه يغير نفسه يجيب دفتر كده دفتر كده اسمه ما هيتي او او انا الانا ده انت الدفتر ده انت انت بتفكر مع نفسك بتحب نفسك اول شيء اعمله اسأل عن صفتك الحلوة حول من حولك او من حولك واحد يقوله عنك انك انسان كريم قلهم يعني ايه كريم يعني بتدي كذا بتعمل اكتب الحاجات دي حلوة اول شيء انك هتحمد ربنا عليها وحتحس كده بثقة في نفسك وحاول نميها وكثرها ووسع من دائرته يقوله عنك ده انت انسان عاقل قلهم يعني ايه عاقل قلولك ما بتنفعلش بسرعة يعني ايه عاقل ايضا يقولولك اني ما بتاخدش قرار الا لما تجمع كل الحقائق بين يديك قلهم يعني ايه عاقل ايضا قعد استقصي في الصفة ومظاهر وظواهر هذه الصفة واكتبها كده ايضا على الناحية التانية اسأل ايه هي الصفات اللي انت وحش فيها اللي الناس ما بتحبهاش فيك يقولولك انت عصبي اكتب كده ايه الناحية الاخرى الجانب السلبي انا عصبي واسألهم يعني ايه عصبي يقولولك ما بتصبرش على شيء واسألهم يعني ايه ما بصبرش على شيء يقولولك لو جالك خبر وحش بتشتم بتتخانئ بتكسر ويه تاني وقعد اسأل بتعمل ايه تاني فاكتب برنامج يعني الايجابيات عندك وبرنامج السلبيات عندك وشيء طبيعي انا مش طالب منك شيء بعد ما تكتب نفسك وتكتب صرتك الذاتية كده وماهيتك المهية الجوهر اللي انت فيه الطبيعة بتاعتك وتكتب الصفات الرديئة كالقاتي الصفات الوحشة دي شوفها وحشة ايه ايه ضدها اعمل بضدها والصفات الجيدة اصنعها كما هي وزد عليها هو ده خلاصة برنامج التوازن اللي انا بدعي اليه السادة يعني المشاهدين حفظهم الله شيء بسيط جدا لا فيها اختراع ولا فيها فلسفة ولا تعقيد انت مرآتك الناس حولك مهما تقول على نفسك ده انا عبقري انا عظيم انا كذا لو الناس قالت عنك اعزك الله انك ما تفهمش غبي حمار الناس اللي صدق بس اكثر من واحد يعني اه ما هو الناس اللي صدق ما كل واحد بعتقد في نفسه انه ملاك يعني كل انسان لا ولكن انت اجتماعي بطبعك والناس هم مرآتك سلهم عما عندك سلهم عما ليس ايه عندك فاذا الانسان العاقل هكذا فليكن دفتر صغير كده اللي عاوز بقى حاجة احسن من كده يريد يا اخ اكرأ في الكتب التنمية الحلوة يعني اسمع للبرامج الجميلة خذها اكتبها تعرفوا ان الانسان لو سمع فايدة وكتبها عندما يستعمل يدي ويكتبها وينظرها ويسمعها سبحان الله كأنها رسخت في دعوة جميلة وعمل لك مجموعة صفحات كده حاجة اسمها اعترافات اعترف لنفسك قول انك مقصر في كذا وحش في كذا فاشل في كذا مجرد انك اطلع الاوهام دي عند نفسك والله العظيم ستطهر نفسك تطهيرا جيدا حب نفسك العاقل بيحب نفسه يلا كده ان شاء الله ابدأ صفحة جديدة بعد رمضان ابدأ كده من اول يوم العيد تاني يوم العيد اشتري دفتر كده واكتب عليه اسمك كده وارجع كده زي ايام الدراسة ولو انت في الدراسة اشتري دفتر معين كده واكتب صفاتك الحلوة الجميلة وصفاتك الايه الوحشة واكتب كده اوهامك واحلامك ولما تشتاكي من شيء يعني بعض الناس بيبقى في علاج لهم جميل جدا واحد يقول لك انا مخنوق انا كاره كل شيء انا مغلول حاقد فلان الوحش ويقعد يسيب في فلان فاحنا نقول له ايه احيانا نقول له استطب اللي عندك يا عم اكتبه كده في ورقة يوم يجي يكتب يكتب عشر اسطر بس اقول له كاتب عشر اسطر وانت ممكن تحكي في سنة في بغضك له ما هو وه صدى صدى للحقد اللي عنده وصدى وتشويش عنده الانسان غير المشوش ده الانسان صاف الذهن لذلك اما تروح للإسم وتبقى في قضية بيقولك انت بتشكي مين بيقول باشكو فلان دايما السؤال كده سين ما الاضرار التي وقعت عليك فلان ده ضرك في ايه اتقول انا بكرهه لا ده كلام غلط ايه يعني ايه بتكرهه يعني تكره ولا تبحنا من ايه هالضرر اللي وقع عليك منه اتقول ده انسان وحش يعني ايه وحش انت مالكو ما الوحش نحن نقول شوفوا الكتابة حلوة ازاي تحرر الافكار هذه الافكار المقيدة التي يعني تكبت فيك وتولع فيك وتسخن فيك اخرجها وكن ذكيا نقيا اخر بعد دقتين نتوجه ببعض الوصايا الذهنية في العيد غدا العيد كل سنة وحضراتكم طيبين الانسان بقى السويح هيعمل ايه في العيد ايه هي الصورة بتاعته في العيد نذكرها كده بسرعة اول شي انه حيفرح لان العيد ده فرح لازم يفرح بعض الناس بقى بيعمل نفسه فيلسوف بقى ارستو او افلاطون يوم العيد قاعد كده معقد عمل ينقض يا اخي يا اخي ان لكل قوم عيد وهذا عيدنا داعهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لابي باكر لكي يعلم اليهود ان في ديننا فسحة او فسحة يا اخي خلي الناس تفرح وبعدين انتو عارفين قصة الجاريتين اللتين يعني غنت النبي صلى الله عليه وسلم او المرأة التي نذرت ان تغني على رأس النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند ابي داود هو صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم اذن له ضربت بالدف عنده فيعني دا يوم عيد الشخصية السوية الطبيعية يوم العيد بقى قل للنقد الله يخليك ويعيش كده ايه وفرح شوي وكل سلوك ما لم يخرج عن اطار الشرع ماشي الحال خلي اولادك تتبسط زوجتك تتبسط اخوانك اللي حواليك مش تعمل يوم العيد تقول دا بيرمز بلا في الطريق دا صح انت يعني بس ركز الله يخليك يوم العيد على الفرحة دا الانسان الطبيعي المتوازن اتنين يوم العيد اضبط حواسك يعني الناس ما شاء الله يوم العيد بقى لها شهر صايمة والمعدة لها سيستم معين حتيجي بقى تديها بقى ايش كحك ايش مش عارف كذا بس كوت ايش ويديله رنجة اه رنجة وفسيخ الاخونا احمد المخرج بيقول الرنجة اه ويخرب الدنيا دا مش سلوك سوي دا سلوك عبط بالراحة عاوز تاكل رنجة بيت باي بيت حتة بحتة مش تجيب لك يعني مش الخمسة كيلو تحطوهم بالراحة لسه المعدة ضعيفة وإيش ترمس ومش عارف إيش الرفقة الرفقة صح طالعين من رمضان فلنرفق بأنفسنا الشيء الثالث اضبط انفعالاتك يعني عصبي ايه بقى وكاس افرح شوية يا أخ انسى شوية يا أخ خد العيال كده واطلع وافرح إذا مش متجاوز اطلع مع أصحابك أما واحد يوم العيد نايم نام وصحي العيشة ان شاء الله دا صح يعمل ايه صح يفطر كان صايم لا خليك إنسان طبيعي ابدأ بقى الحياة الطبيعية رمضان له سيستم خاص ولو نظام خاص فاحنا بعد رمضان لازم كده ايه تضبط الساعة البيولوجية حاول بقى نام بدري ما استطعت وحاول اصحى حتتعب في الأول ولكن اجهد جهدك واجتهد انك ترجع بقى إنسان ايه بناء طبيعي الشيء اللي بعد كده برضو يعني نوصي به بعد ضبط الانفعالات وضبط الطعام اني ارجع إلى نجاحك حدد أهدافك ويريد أرجو السادة المشاهدين اللي بيحبوا نفسه حتلك دفتر اكتب في صفتك الحلوة واكتب في صفتك الايه غير الجيدة وانت مجرد انك تكتبها كده حتبص تلاقي نفسك على حقيقتك اسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق وكل سلام حضراتكم طيبين وان شاء الله عيد مبارك وتكبر الله طاعاتنا ولنفرح ولنمرح ولنجعله يوم فسحة دون خروج عن حدودي وقيودي الشرع تحياتي اليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة